بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن من قناة كوماندا هايتك النهاردة اشعر حضراتكم ازاي تعرف مين زار بروفايلك على الفيسبوك الجزء التاني بطرقتين سواء كان على الجهاز لابتوب او الكمبيوتر او سواء كان على الاندرويد الموبايل اللي ميز الجزء ده عن الجزء الاولاني ان الاضافة دي بتطيح ليك حتى الناس اللي مش من اصدقائك يعني انفرند اضافة سهلة جدا ابقوا معي وطبع الشرح هندخل عجوجل كروم او اي متصفح معك طبعا الاضافة لاي متصفح جوجل كروم وزيلا فارفوكس او برا هنكتب جوجل في شغية البحس هنبحث عن فيسبوك الاضافة والاضافة والضغط عليع اصدقاء تعني ان اتغطيق جمعة ومثلت المفاشة اصدقاء عمل الفيسبوك بروفيل فيو نوتيفيكيشن اصدقاء فيسبوك بروفيل فيو نوتيفيكيشن اتظهر معك اول اختيار اضغط عليك اضغط عليك اصدقاء تظهر معك الاضافة بالشكل ده. تضغط على اضافة الى كروم. تثبيت الاضافة. طبعا شكل الاضافة من جوه. دي شكل العين تعطي الفيزيتورز. اللي هو ما بيدخل على صفحة بتاعتك وبيزروها. تمام تمت اضافة السوشيال بروفيل فيو. الحاجة التانية هندخل هنا على الاكستنشن. الاضافات. ونمكن الاضافة. لان على من الصح تم التمكين. وتمكن على دول. بعد كده تطلع من المتصفح بتاعك خالص. تدخل تاني. لسه انا بس يحمل شوية. زي ما احنا شايفين ادى الاضافة. نضغط عليها. نحن لسه لسه حالين ضايفينها. طبعا الاضافة دي بتمكنك تشوف اي حد من الاصدقاء او غير الاصدقاء. طبعا ما اي حد دخل بتاعك. طبعا مش بنسبة مية في المية. تسعين في المية. تمانين في المية. ان طبعا كل يعني اي حاجة واردة. دي اضافة يعني واحد زي زيك اللي عاملها. مبرمج عادي عملها. فمتوقعش ان هي الجلبة كل حاجة بالتطقيق يعني. مسلا هنا اعطيني واحد. مسلا اه محمد صوان جدين. ادي واحد. مش من الاصدقاء اصلا. تمام? دي المشكلة الاادية دية ان هي ممكن تقعد معك شهر او متكملش معك كمان شهر وتختفي. ان جوجل كروم بتنزل علىها حظر فبتمسح الاضافة دي من عندها. فانت كل شوية يعني ممكن تنزلها تاني وتحملها تاني والكلام ده. ده بالنسبة للجهاز سواء كان كمبيوتر او لابتوب. اه نيجي للموبايل. ندخل ع طبيقات جوجل بلاي. نيجي عند شوية البحس. بنكتب اسم التطبيق ده. هو فيوز ماي بروفايل. نضغط انتر. ده شكل التطبيق. نضغط عليه. ده شكل التطبيق من جوة. طبعا انت على الموبايل هتدوس تثبيت وهتثبته. آآ ده شكل التطبيق من جوة. اول حاجة هيطلبها منك تسجيل حساب الفيسبوك. هتسجل طبعا ودخل. ده شكل البرنامج من جوة. هنا بيحمل البيانات شوف مين كان آآ مين اكتر ناس يدخل على البروفايل بتاعك. وهنا يجلب لك كامة الاشخاص الاصدقاء. الاكتر ناس تدولوا على البروفايل بتاعك. عايز طبعا انت عايز تجيب اللمه فانت تدخل على علامة العدسة دي تدوس عليها. لها مكتوب من فوق. تضغط عليها. فيزهر معك آآ تلات اشخاص بس. آآ باقي الاشخاص مش هيسروا معك لان البرنامج ده مش كله مجاني. فيزهر معك تلات اشخاص بس. ده بالنسبة للبرنامج. كده احنا عرفنا ازاي نعرف فين زر بروفايل بتاعنا. سواء كان بالكمبيوتر او بالآآ موبايل. طبعا ان يكون الشرح بسيط وسهل آآ وعايز نبع عن حاجة بس آآ مش لازم الاضافات دي او البرنامج يعملوا بنسبة مية في المية. آآ ورد الخطأ فيها. دي اضافات وبرامج اللي عاملها يعني البشر زي وزيك. آآ ممكن ما تشتغلش معك تشتغل مع عشرة غيرك. فتبقى حظوظ يعني. طبعا ان يكون الشرح سهل ويكون الفيديو عجبكم. آآ ما تنسوش آآ لايك وسابسكرايب للقناة. وانتظروا مني كل الفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة